المستشار يؤكد على حياد النمسا بعد مبادرة سكاي شيلد القضاء النمساوي يبرئ أربعة مسؤولين في قضية ضابط سوري اتهامات بالفساد تطال المستشار النمساوي السابق كريستيان كيرن تراجع دخل ثلاثة أربع سكان النمسا بسبب التضخم سوري يجد بجانبه جثة نشابة نمساوية في مأوال المشردين النمسا في المرتبة الأخيرة في تصنيف الودية بعد الكويت في العالم وفيينا تطلق خدمة استشارية لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة مرحبا بكم في نشرة الأخبار المفصلة تأتيكم على النمسا ميديا لهذا اليوم وفي خبرنا الأول أعلن المستشار النمساوي كارني هامر أن النمسا تلتزم بمبدأ الحياد العسكري وأن انضمامها إلى مبادرة الدفاع الجوي الأوروبية سكاي شيلد لا يتعارض مع ذلك وقال ني هامر ذلك خلال زيارة مع وزيرة الدفاع كلوديا تانر لمقر سلاح الجو النمساوي الذي يعد أيضا مقر للمبادرة الأوروبية للدفاع الجوي وأكد المستشار أن سيادة النمسا على قواتها المسلحة وحيادها العسكري مضمونان وأن التحديات الحالية يجب مواجهتها من خلال تعزيز المراقبة الجوية أصدرت محكمة في فيينا أمس الأثنين حكما ببراءة أربعة مسؤولين سابقين في المخابرات النمساوية كان يشتبه في تسهيلهم منح اللجوء لضابط سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقد وجهت التهم إلى ثلاثة من عناصر الاستخبارات ومسؤول في مكتب حماية اللاجئين بتسهيل حصول خالد الحلبي على اللجوء وكان الحلبي الذي كان ضابطا في الأمن السياسي في مدينة الرقة قد تم اعتقاله في النمسا عام 2015 بعدما رصدته منظمة غير حكومية تكافح ضد مجرمي الحرب في سوريا وقد أكدت المحكمة أن التهم لم يتم إثباتها بما لا يدع مجالا للشك بدأ التحقيق مع المستشار السابق للنمسا كريستيان كين من الحزب الاشتراكي بتهمة الاحتيال حيث يشتبه في قيامه بارتكاب جرائم مالية ويتعامل فريق التحقيق في الشرطة مع مزاعم الاحتيال المرتبطة بمشروع عقاري ينطوي على تطوير العقارات في السوق المحلية ويشمل التحقيق أيضا سباستيان كورس الذي يشتبه في ارتكابه جرائم فساد وقد رفض مكتب المدعي العام في فيينا التعليق ولكن أكد بدء الإجراءات فيما أكد المحامي بول كيسلر براءة موكله ويتوقع أن يتم إنهاء الشكوى في الصيف كشف استطلاع عن التحديات المتزايدة التي تواجه الأسر في النمسا بسبب التضخم حيث يشير استطلاع منصة المقارنة دورش بليكر إلى انخفاض دخل ثلاثة أربع الأسر في النصف الأول من العام وأظهر الاستطلاع زيادة تكاليف المعيشة حيث أفاد 58% بزيادة التكاليفهم الثابتة بشكل كبير فيما يضطر 34% للجوء إلى احتياطاتهم المالية لتغطية المصاريف و 17% يلجأون للاقتراض ويعبر 60% عن قلقهم المستمر بشأن المستقبل وتتفاوت الأوضاع بين الولايات حيث تعتبر ولاية بورغرلاند الأكثر تأثرا بتراجع القدرة الشرائية بينما تظهر ولايتي فورالبيرغ وكيرتن أداء أفضل استيقظ شاب سوري ليجد بجانبه شابة نمساوية متوفة وذلك في مؤسسة لرعاية المشردين في فيينا وقد تم اعتقاله حتى استكمال التحقيقات الضحية هي شابة نمساوية تبلغ من العمر 28 عاما عثر عليها في غرفة تشترك فيها مع الشاب البالغ من العمر 26 عاما والقادم من سوريا وحسب الشرطة فإن سبب الوفاة غير واضح وسوف يتم تشريح الجثة وإذا تأكدت الشبها بجريمة قتل فستكون هذه الضحية السابعة عشر في النمسا هذا العام حيث شهداء الأسبوع الماضي جريمة قتل لشابة سورية واخرى هولندية تصدرت النمسا قائمة الدول غير الودية تجاه العمال الأجانب وفقا لتقرير شبكة انترناشنالز مع ذلك تتمتع النمسا بجودة حياة ممتازة في العديد من المجالات ولكن بلدا جميلا ومعزولا التقرير استند إلى أراء العمال الأجانب في البلدان التي يعملون فيها حيث تحتل النمسا المرتبة الثانية والخمسين من بين ثلاثة وخمسين الدولة في مجال الاندماج في البلاد والمرتبة الأخيرة في فئة الودية وعلى الرغم من ذلك حققت تقدما في مجالات أخرى مثل الحياة العامة والنقل والبيئة والرعاية الصحية وقد حلت الكويت في المرتبة الأخيرة أعلنت مدينة فيينا عن توفير خدمة المشورة الصحية على الرقم 1450 للمساعدة خلال موجة الحر ويقدم فريق مؤهل من العاملين الصحيين والممرضات استشارات هاتفية حول التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة على مدار الساعة ويشدد على أهمية الاستشارة الطبية في حالة الحاجة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز الخامسة وثلاثين الدرجة أصبحت ضربات الشمس خطرا على الضعفة والمرضى ويقدم الخطأ الساخن معلومات ونصائح للمتصلين حول الرعاية الطبية والوقاية وأنتم كيف تتعاملون مع الحر؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات على هواتفكم ليصلكم كل جديد كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرة لاحقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة